هاي، حل ما تقضي ليلي مع الأسماك المتنوعة على عمق أربع أمتار داخل المحيط الهندي؟ مش غريب نتعرف على هالفندق تحت المي بمنتج عمانتا قبل السحل الشرقي لإفريقيا وهو من تصميم مهندس سويدي صمم أول فندق تحت المي بالسويد هالفندق مكون من ثلاثة وابق فوق المي وأيضا طبقين تحت المي بما يسمح لنوافذ الغرفة أن تطل على أعماء المحيط ومشاهدة عشرات الأنواع من الأسماك بزاوية 360 درجة سعر الليلة بالغرف الفردية من هالفندق تسعمائة دولار أما الغرف المزدوجة فبيوصل سعرها للألف وخمسمائة دولار للليلة الوحدة نوم بأعماء البحار مع الأسماك برأيكم أمر مش غريب؟ اشتركوا في القناة